خطف مشهد ارتداء النجم الأرجنتينية ليونيل ميسي البشت القطري خلال مراسم تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 خطف الأنظار لتنتشر سريعا في الأرجنتين دعوات لبيع هذه العباءة القطرية التقليدية ابتهاجا بنجمها المحبوبة هذا وشهد محلات البشت في الأسواق القطرية إقبالا كبيرا على شراء هذا اللباس التقليدي العربي المميز خاصة من الجماهير الأرجنتينية ومشجعين أيضا من جنسيات غربية حرسوا على التعرف على صناعات وطريقة لبسه رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر هذه الحادثة أي إقبال الأجانب على شراء البشت القطري دلالة على أن قطر عرفت كيف تبين الصورة جيدة للمسلمين والعرب وعاداتهم وتقاليدهم وخصوصا دولة قطر أظهرتها في أحسن صورة فارتدام ميسي للبشت العربي كان خطوة ذكية للترويج لعادات العرب وخطة تسويقية أيضا في المسار الصحيح نتابع بعض التعليقات نبدأ بهذا الحساب لمحمد الذي كتب البشت ما تشتهر ومشتهر قد مشتهر بعض لباسه أو بعدما لبسه ميسي في التتويج البشت أصبح حديث العالم وش سويت يا قطر طريق آخر لهذا الحساب الذي كتب أيضا حول هذه الحادثة هكذا يتم تصدير الثقافة للعالم بحب ننتقل إلى حساب آخر ملك أيضا كتبت أحد فهمهم لازم معاها الثوب والغثرة والعجال ننتقل إلى هذا الحساب لبطلة العالم التي كتبت هذا الحساب تحت هذا الاسم قال لما تكون إنسان محترم وتعامل الآخر المختلف عنك بكل رقي رح تكسبه بدون ما تضيع وقت بالكلام وبدون ما تبدل مجهودة يذكر ورح يبقى الآخر يتذكر الصورة الجميلة التي تركتها عنه والعكس صحيحا طبعا تعليق آخر لفافو التي كتبت على موقع التويتر وحق الله أحلم اللبس البشت خلاص نأخذوه مرسع بالذهب زي بتعميسي ننتقل إلى حساب آخر أو انتهت التعليقات إلى أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق الإخبارية اشتركوا في القناة